راوية من المغرب بارك الله فيها حصلت على الماجستير والآن تقول هي في مقتبل العمر وتريد تكمل الدكتوراه وتريد أن تكون قاضية حتى ما أدخل أنا في الخلاف بين العلماء في مسألة القضاء بالنسبة للمرأة أنا أنصح بنتي هذه الذكية الألمعية النشيطة التي أخذت الماجستير والآن على وشك أن تنتهي من الدكتوراه وهي لازالت في مقتبل العمر أن تكون مستشارة في أي دائرة من الدوائر الحكومية أفضل من أن تكون قاضية لأمرين الأمر الأول هناك خلاف قوي بين العلماء لا يرى جواز أن تكون المرأة قاضية إلا قول شاذ عند أهل العلم نعم الثانية أما جماهرها العلم فلا يرون ذلك وبعضهم يقول يجب أن تكون قاضية فيما يختص بأحكام النساء يعني علي حال الكلام فيها كلام طويل لكن عندما تكون مستشارة في دائرة من الدوائر مستشارة شرعية مستشارة نظامية مستشارة في تخصصك هذا فيه خير كثير بارك الله فيك الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاضياني في النار وقاضي في الجنة فأحصل لك يا أختي ألا تدخلي في هذا الباب خوفا على دينك بارك الله فيك كما قلت لك للأمرين الأمر الأول أن هناك بين العلماء قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا تكون قاضية وهناك قول ضعيف بجوازها وقول بأنها قد يمكن أن تكون في الأحوال الشخصية يعني فيما يتعلق بالنساء أو أخبار النساء مع أن جماهر العلم لا يرون ذلك قلت لك قول ضعيف والثاني نخشى عليك من قاضية